بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أعرف أن الزمن بتاعنا أحوالهم متشابكة جدا 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 وعشان نبني أولادنا في الوقت ده وعشان نشتغل معاهم على محور الأخلاق ومحور التنشئة الحضرية والتنشئة كمان اللي بتربيهم على أن هم يكونوا منورين وأن هم كمان يكونوا أصحاب عقول نيرا وفي نفس الوقت عايشين وقعهم بكل تفاصيله بقت حاجة صعب على الأهل جدا صعب علينا كلنا ولو حد من أولادنا جي وقال لك ماما بابا أنا عايز أعمل فيديوهات على زي صحابي مثلا أو صحباتي بيعملوا فيديوهات على التيك توك وبقى الترند هتقول لهم إيه وعشان كده حلقتنا النهاردة عن التكلم عن أولادنا في زمن الترند من الظواهر للبقت بتشكل كتير من سميات العصر بتاعتنا ومنعيش فيها ما يسمى بسراعة الترند على السوشيال ميديا وفتكروا أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيحاول يخلي كان دايما بيدينا أمارات وبيدينا معايير عشان تخلينا في حالة اتزان في حالة أن الواحد يكون فعلا عارف بيمشي لفين ويروح لفين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كمان ونهانا عن بعض الأشياء اللي تفسد حياتنا عن قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ففكرة الترند أصبحت فكرة متلألئة في أزهان كتير من الناس بدفع أنهم يقدروا يلاقوا مكان يتشافوا فيه وسط زحام الناس الموجودين على التواصل الاجتماعي اللي بيسموا نفسهم بالمؤثرين والمؤثرين دول اللي هم المدونين والبروجرز من أكتر الناس اللي بقى ليهم تأثير كبير في حياة أولادنا مش بس في حياة أولادنا في المجتمع كله لدرجة دلوقتي بقت تتجه فكرة الإعلانات إلى أن هم اللي يقوموا بالإعلانات وهم اللي يقوموا بالدعاية لأنهم في أحيان كتيرة بيعتبرهم هم النموذج اللي بيحبوه وبيحبوا يتعلموا منه لما أولادنا بيحبوا يشوفوا هم قد يمؤثرين فيحسوا أنهم دهت النموذج اللي ممكن يتعلموا منه وهو دهت اللي بيشكل الخطر على مستقبل أولادنا ساعات بيبقى الناس دولا ساعات كتيرة بيبقوا الناس دولا مش أكفاء وساعتها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن الناس اللي غير أكفاء يوسد لهم أي شيء وحذر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الراجل اللي يبقى إنسان وهو دهت اللي حضرة النبي التعبير اللي يستخدمه أن يكون الرجل تافها ويتكلم في الشأن العام بيبقى جميل لما يكون المؤثر ده إنسان وبيقدم محتوى فيه قيمة مضافة بأسلوب إبداعي مش بتجاوز فيه حدود الأخلاق لكن لما بيكون المؤثر ده بيقدم محتوى فيه انحدار أو محتوى فيه تفاهة أو محتوى بيرسخ أفكار غلط فيها إساءة أو وصمة مثلاً لحد ويكون همه وشغله الشاغل صناعة الترند حتى لو هيدوس على الأخلاق أو يدوس على أقلوب ناس أو يدوس على جماجم ناس أو حتى يدوس على مشاعر وأحزان ناس زي ما يصور ويجي يتكلم أو يصخر من أي حاجة بتحصل لحد من الناس متابعة المؤثرين والترندات غير الهدفة مع الوقت بتخلي الإنسان تعالوا بقى نسمع بالراحة ونحلل بالراحة عشان في الحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا من الإدمانات وإن الواحد يكون منشغل بالإسراف ومنشغل نفسك إلا متشغلها بالحق يا دي هو دي فلسفة الإدمان نفسك إلا متشغلها بالحق شغلتك بالباطل فلما تكون الحاجات دي مش هادفة مع الوقت الإنسان بتقلي فيه الكثافة الإنسانية يعني إيه تقلي فيه الكثافة الإنسانية تقلي إنسانيته ويقلي ومنظومة قيمه تتعطل وما تشتغلش ويبقى إنسان بلا قيم بتتحول إلى أخلاق لأن على فكرة يكون مجاتل الترند ومتبعتها باستمرار باستمرار بتخليه يتغزى على فتات غير صحي وأحياناً فاسد يفسد القلب القلب والعقل يعني بيفسد الاتنين أو بيفسد الاتنين يخلي القلب عليه غشوات كده كتير جداً جداً وهي غشوات ماذا؟ فوضة الصور اللي بتبقى كتير بسبب الترندات ويبقى كمان كمان هو هناك مش بس فوضى في الصور لكن هناك إغراق لقلبه بأشياء كلها تخلق داخلها تحت بند ما لا يعنيه؟ وربنا سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا مسؤولين عن اللي بنسمعه واللي بنشاهده وده أول حاجة بنعلمها لأولادنا إننا مسؤولين فلازم نختار اللي بننقله واللي بنتغذى عليه لإن الله سبحانه وتعالى قال إن السمعة والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أه صحيح مش كل ترند تافه أو فتات فاسد في فيديوهات بقى الترندات وكان برضو لها معنى وقيمة مهمة ورسالة مهمة وحصل كتير جدا جدا إن الناس فهمت أشياء وبتعدت عن أشياء فاسدة وبتعدت كمان وقربت من ربنا بسبب فيديوهات لكن لما تسود إيه اللي حاصل؟ لما تسود الدنيا وتسود صناعة الترند لأشياء ملهاش معنى أو بتخل بقيم الإنسان ويبقى الإنسان ساعتها في مهاب الطوفان لأ لازم ننتبه وأنا لما بقول أولادنا في زمن الترند فاحنا مش بنتكلم عن حاجة أنا حاسة نحن بنتكلم عن حاجة لازم نتكلم عليها من زمان وعلى فكرة من أهم التحديات التربوية اللي بتواجه الأباء دلوقتي هي التربية في زمن أصبح الترند فيه لايف ستايل أسلوب حياة يعني إيه أسلوب حياة؟ يعني بقى هدف طول الوقت أنا طول الوقت لازم أصور لازم أخذ اللقطة لازم أبقى واختار اللقطة بشكل معين عشان الناس وما فيش منع على فكرة إن اللقطة وأنا ولد مؤدب تبقى فيها إحاءات غير مؤدبة لأننا عايز أوصر للترند لأن الترند ده جزء أنت وصلت للترند ولا حتى بقى السؤال زي ما كان فيه سؤال عند الناس اللي ما عندهمش منظومة قيم فعالة هو أنت عملت إيه مع البنت فلانية أو عملت إيه جاء بقى النهاردة أنت عملت ترند ولا لا ويكون الشغل الشاغل هو جذب انتباه أكبر عدد من الناس لنا بأي طريقة أي طريقة إيه ده ده حاجة كنا زمان لما نيجي نتكلم عنها مع حد اعتبرنا أن احنا بنسيق ليه جدا 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 وهي مسألة المكيافلية إن الغاية تبرل الوسيلة وده ليه تأثير على أولادنا بيظهر في مجموعة من المشكلات منها أول حاجة هوس الشهرة يعني أنا أنا بقوله وبعرض على السادة الأخصائيين في العلم النفس إن احنا لازم ندرس ضمن هوس الشهرة هوس الترند هوس الترند دوت هوس أصبح عند الناس هوس وأنا عارف إن فيه مواد درامية في خلال الفترة اللي فاتت اتكلمت عن بعض المخاطر اللي حصلت بس اللي حصل ده أقل بكتير 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 مما يحصل في حياتنا لأن صناعة الترند بطبيعتها بتخلي أصحابها يتغذوا على مركزية الأنا يعني بتخرجهم من العبودية وبتخرجهم من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وبتخرجهم من أليس الله بكافر عبده إلى إنه أنا خير منه ويبقى الإنسان كل اللي عايز يعمله إنه وترنده يحصل وعلى أي حساب أي حد هو بيتحرك في الشخص ده زهوة أضواء الشهرة وشهوة الاشتهار وشهوة الصورة اللي بتبقى عنده في نظر الناس وفي قلب الناس وإن خفض ساعتها رؤية الله فيزيد زهو الشهرة عنده عند بعض أولادنا بصفة خاصة ففي مجموعة من الأبحاث بتتكلم على إن كل مكان المراهق عنده حرمان عاطفي ومش شبعان محبة وشوفان من أهله إيه اللي بيحصل؟ بيزيد عنده الجوع وإن مي ساعات بيزيد عنده الجشع إنه يحس إنه هو متشاف وده عامل من العوامل اللي ممكن تخلي حد من أولادنا يبقى عنده هوس للشهرة على السوشيال ميديا مشكلة التريند على فكرة بتربي جوانا وجو أولادنا إن قيمة الإنسان بشهرته وإن قيمة الإنسان باللايك وقيمة الإنسان بالمشاهدة وده معيار فاسد لحياة الإنسان كلها تخلي الإنسان في الحقيقة ومالوش أي وظيفة مجتمعية بل مالوش أي وظيفة أسرية بل مالوش وظيفة إنسانية مع نفسه عايف لما واحد يحس إنه هو ممكن يتقاله كده إن أنت ممكن تجيب فلوس من لا شيء من خمس دقيقة أو عشر دقيقة تعمل فيها فيديو هو ده اللي بيحصل وعشان كده لا لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معايير تانية لقيمة الإنسان منها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس مش خير الناس من يتلعبون بالناس ويحركون الناس ويؤثرون في الناس تأثيرا سلبية وبرضو حضرة النبي اللي قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون وحضرة النبي برضو اللي قال بي أبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهو بيحذرنا من الشهرة والسعي ليها وأثرها على قلوبنا فرأى سيدنا أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسب مريء من الشر قال لا حسب مريء من الشر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول له أنت عارف الشر اللي يجي لك من وراء الحكاية دي يكفيك أن أنت تكون أشر خلق الله حسب مريء من الشر إلا من عصمه الله أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه يلا يا سيد أخو ده إن الناس تشاور عليه في دينه ودنياه والأمر التاني والحاجة بقى التانية اللي شوية أنا أنا على مستوى الشخصي يعني مش أقدر أنا مش أقدر أفهم إزاي حصلت كده تعالوا نسمع الكلام ده وكلام تقيل على القلب بعد هوس الشهرة حصل حاجة مش بقت عندي طائفة من الناس بقت عندي طائق بقت عندي أغلبية أولادنا بقى عندهم حاجة اسمها إباحة الزات يعني إيه إباحة الزات وده أسوأ تأثير بيحصل لما تنتشر بعض أنواع التريندات إنه يخلي أولادنا تتعلم إباحة الزات مش بقوا تكلم عن الأفلام الإباحية الجنسية لأن ذاته تبقى مباحة يعني يحسوا إنه عادي يبيحوا ذاتهم وأسرارهم ذاتهم يعني إيه عادي إنه يتكلم عن أسراره عادي إنه يتكلم عن علاقاته عادي إنه يتكلم عن أسرته عادي إنه يقول إنه يضرب أخوه على أفاق أنا آسف يعني عادي إنه يقول أي حاجة في أي حتة في أي شيء بدون أي حواجز وأي أسرار ويتخلوا عن قيامهم على السوشيال ميديا مقابل الشهرة ولذلك أنا ما قلتش إباحة الجسد أنا بقول إباحة الزات فتبقى ذاته عبارة عن إيه؟ هو ده عين تسليع الإنسان هو حول ذاته إلى سلعة يباع على من إيه اللي ما يشتري أنا أسف التعبير المصر بيقول إيه اللي ما يشتري يتفرج ويحسوا إنه ده عادي ما هو ناس كتير بتعمل كده عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ربان على لا تكن إمعا تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا فطبعا في الأهالي للأسف في بعض الأحيين بتغرس إباحة الزاد في أولاده لما بيستخدموا أو يستغلوا أولادهم في فيديوهات ويوميات يعرضوا فيها نفسهم وحياتهم عشان يحصلوا بكم مشاهدات ويحصلوا به مكسب مادي وسهل وسريع شفتوا أنتو لما حد يجيب ابنه ويهينه أو يتريق عليه أو يسف عليه زي بتعبير الناس أنا شايف إن دوت أنا آسف يعني أنا بطل من التشريعات إن هم يتعاملوا مع ده على إنه استغلال سلبي للأولاد وما فيش مانع إنه ويتحط في جرائم الاتجار في البشر لو إن الشخص ده حقق ربح بوصم طفل أو إهان الطفل أو التلاعب بحياة الطفل أو إنه يخلي الطفل دوت معرض لإن حياته تتدمر أخلاقياً أو تربوياً أو إنسانياً أو اجتماعياً لما يوصم الولد دوت بإنه والعياذ بالله غبي أو إنسان بيتضحك عليه أو إنسان بيتعمل معه أشياء مش مناسبة أخلاقياً ويطلع يقول على ابنه كده ويطلع يقول على صديقه كده ويطلع عمالتنين يقولوا كده تالت مصيبة بقى عملتها الحكاية دي التربية على فلسفة الكسب السريع ودي أخطر من أخطر الحاجات اللي بتعملها دلوقتي صناعة الترين ويتبنى تجعل الإنسان حياته مبنية وهو يتبنى إيه اللي حاصل؟ يتبنى فلسفة المجهود الأوليل والكسب السريع بدل متعب وأنزل أشتغل وأحسن حياتي وأقوم بما أقامني الله فيه أعمل يوميات تجيب مشاهدات وأكسب منها بسرعة وبسهولة أقول لكم حاجة أنا من شوية كنت بتكلم عن الإدمان ده بيفكرني ساعة ما ظهرت بشكل واضح وشكل ضخم بداية الدعوات وبداية أنت عارف بعض النكبات وبعض الأحداث بتخلي الناس تدعو إلى كسب سريع لأنهم بساعتها ما بيبقاش أقدرين لأنهم ساعات بيبقوا مهزومين فزادت تجارة المخدر أنا شايف أن تجارة التريندات هي مخدر لازم نتعامل مع تجارة التريندات على أنها تجاء بالناس بتتجر في المخدرات دي مخدرات مخدرات بتخدر القلب والعقل وتفسدهم لأن فلسفة الكسب السريع دي بتكرس في الإنسان العجلة وأنه يكون نفس قصير وما عنده الصبر وأنه بسهولة يحبط عارف ده يعمل إيه؟ ما فيش إنتاج ده يعمل إيه؟ إنسان جاهز ليتلاعب بيه بأي طريقة وده يعمل إيه؟ هيعمل فساد عديد في الحياة رابع مصيبة بقى بتحصل بقى بسبب صناعة التريندات ده التربيع على وهم النجاح اللي هو مش حقيقي اللي هو التريند بيربي في الناس وهم النجاح لأنه بيخليه قيس النجاح بمقدار تأثيره في الناس على السوشيال الميديا مش بمقدار جهده وتطويره نفسه ولا إنتاجه ولا شغله على الأرض فيهتم جدا بصناعة الصورة على السوشيال الميديا أكتر من المجهود اللي بيديه للخدمة اللي بيقدمها و أنا بشوف كتير من أصحاب المشاريع الحقيقة اللي ما كان شريهم صوته عالي على السوشيال الميديا بس جودة عملهم وأحسنهم هي اللي عرفت الناس بيهم وهي اللي خليتهم قدوة للناس وهم الناس مشي وراهم وحبوا بيه وحبوهم واعتبروهم رموز مجتمعية مش رموز سوشيال الميديا ليه؟ لأنهم خدموا الناس ومنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر فيه ناس انتقلت إلى الرفيق الأعلى ولسه وفيه ناس لسه موجودين عشان كده واجب علينا إن احنا ناخد بإيد أولادنا لدائرة الرشد ودائرة المسئولية طب نعمل إزاي ده أول حاجة أول إجراء نعلم أولادنا مهارة الانتقاء ودي مهارة سهل إن احنا نعود أولادنا إن أي حاجة بيسمعوها لازم يتفرز وإنهم يختاروا من كل المحتوى اللي بيشوفوه ده ويكون اختيارهم ده بيضيف لهم ولشخصيتهم ولحياتهم وده شيء مهم جدا لازم نعلمه لأولادنا تاني حاجة محتاجين نعرض أولادنا للحياة يعني نخرج أولادنا للحياة الحقيقية الفيزيكل ده مش الحياة الافتراضية يعني نوفرهم فرص يتفعلوا فيها مع الحياة أكتر من تفاعلهم مع السوشيال ميديا زي إنهم يكونوا يؤدوا مثلا مع بعض وقت مركزين فيه زي إنهم يتكلموا سوا يخرجوا مسوا يلعبوا سوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف عبد الله وأبيض الله كثيرا وكثيرا بني العباس ثم يقول من سبق إلى ذلك من سبق إلى كذا وكذا فكان بيسابقهم يخليهم يتسبقوا صلى الله عليه وسلم فيستبقون فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم والتزمهم صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نعرض أولادنا للحياة بإننا نساعدهم يستثمروا مهرتهم في مشاريع حقية كل ما بنعرضهم للحياة ويتفاعلوا معاها أكتر كل ما يقل تأثير السوشيال ميديا عليهم أنا مش بقول إنهم ما يكونش ديهم مهلاقة بالسوشيال ميديا بس لازم العلاقة تكون متازنة ورشيدة تالت حاجة لازم يعلم أولادنا إن شكر نعمة إنهم يطوروا من نفسهم كل يوم يتعلموا كل يوم حاجة جديدة وعلمهم إنه يكونوا أصحاب النفس طويل وإن النفس الطويل ده عبادة تالت حاجة لو ابنك قال لك أنا عايز إنه هو يعمل محتوى علمه إنه هو يعمل محتوى ده بس لازم يفكر في الفايف جي الخمس معايير للابتزان اللي هي بتبتدي بالجيم واللي أنا أفكركم بيها واللي احنا قلناها عشان تساعدهم إنهم يقيسوا إزاي المحتوى بشكل فيه إحسان بشكل فيه احترام للأخلاق والقيم فقوله أي حاجة بتقدمه لازم يكون ليه جدوى دي الجيمي الأولينية ولازم يكون جاد دي الجيمي التانية ولازم يساعد على تكوين مهارة دي الجيمي التالتة ولازم يبقى فيه جودة دي الجيمي الرابعة ولازم يبقى فيه جمال غير كده أولادنا مش هيقدروا يصمدوا في زمن الترند الترند على فكرة هيروح وهتيجي حياة تانية بس أنا شايف إن حياتنا كل مادة والتحديات فيها بتكتر فتعالوا نبني أولادنا عشان يقدروا يتعاملوا مع الواقع اللي إحنا فيه ومتزهقوش اسبروا على تربية أولادكم لإن إحنا بنبني واللي بيزهق من البنى البنى بيتغش مش عايزين نغش أولادنا أو نغش أنفسنا إحنا عايزين البنى يطلع صحيح عايزين أولادنا يكونوا إن شاء الله حصن من حصون مجتمعنا عايزين أولادنا يبقوا دوة الاحتياطي بتاع المجتمع عايزين أولادنا هم اللي يساعدونا عشان إحنا نطور من حياتنا ونكون حياتنا أكثر تنويرا وثقافة هيجي ناس كتيرة جدا 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 يقولوا ما تسيبوا الأولاد يعملوا اللي هم عايزينه تحت دعاوة وتحت محاولة إن هم يبانوا على إن هم متفتحين على فكرة التفتح وأن أنت تفتح يون أولادك وتساعدهم من أن تتفتح يونيهم على إيه؟ على الجدية وعلى الجدوة والجدية والجدارة والجودة والجمال إحنا عايزين نفتح ويون أولادنا نفتح ويون أولادنا على إن العالم أوسع بكتير من إنه يرفض أنت بتعلموا أولادنا إنهم يرفضوا لكن ما تعلموش أولادنا إزاي يبنوا تعالوا نعلم أولادنا إزاي يبنوا وإزاي يبنوا أول حاجة يبنوا أنفسهم وأول حاجة يبنوها قيامهم لأننا خايف على الإنتاج في بلدنا خايف على المجتمع في بلدنا خايف من كتير من الدعاوة اللي بتروح نحية سيبوا الأولاد يعملوا اللي هم عايزينه وفي الأخي خالص أقول لكم بيقولوا إيه بيقولوا الفوضى هي اللي هتخليهم يتبينوا عمره ما فوضى بانت حد عمره ما التشتت بين حد تعالوا ركزوا مع أولادكم وتعالوا نذاكر الحلقة دي النهاردة عشان نفضل مع أولادنا ونكون سند ليهم في زمن تحتاج شغل كتير بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسائلات حضراتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسائلاتكم ومباركة وتفضل جسر ممدود بيننا عشان تفضل مجالس العلم مفتوحة وتفضل مجالس العلم منورة بكل ما تجلى عليه بيه ربنا سبحانه تعالى يا رب جعلنا دايما في مجالس العلم ولا تحرمنا أبدا مجالس العلم وتعالوا نستمر في مجلس العلم مع الأستاذة ريهام من ضمياط أستاذة ريهام السلام عليكم عليكم السلام عليكم وحضر وحضراتكم فضل ونعمة الحمد لله والله حضرتك أنا مش عني سؤال حباك مش مخالينا محتاجين لأي حاجة من خلال حتى الموضوعات اللي بتعرضها وحتى من أسئلة الكرام ربنا يكرمكم لكن أنا كنت عادة أشكر حضرتك على سلسلة السلام الله ربنا يحفظك يا بنتي والله ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضع عنك يا رب على كل شغل ولا تعثروا والله وحلقة الحديث وحلقة الجنيه ربنا يكرمكم يبارك فيه ربنا يحفظكم ويزيدكم نور وبركة وفضل ونعمة بس يا أستاذ ريهام صحيح أنت بتقولي ما عندك السؤال بس أنا عندي امتنال لحضرتك لأنه واضح من حضرتك متابعة للحلقات ولو في أي فكرة ممكن نطور بيها أنا ببقى سعيد جدا جدا بدا لأن في الحقيقة فيه فرق كبير جدا جدا ما بين الكلام في الإعلام لأن في الحقيقة الحلقات دي لحضرتكم فلازم حضرتكم تكونوا مشاركين معنا بكل ما لديكم من اقتراحات عشان دايما نكون مع بعض بنمشي في الطريق اللي هو دلالة على الله سبحانه وتعالى فأنا شكرا لحضرتك ولو في أي مقترحات أسعد إن أنا أسمع طيب أنا أنا كنت عاوزة فأنا أشكر حضرتك يا فأنا الحلقات مش بس أشوفها في يومها بس أنا تكون مرجع ليا في أوقات كثير في حياة فأنا حبيت أشكر حضرتك لأن أنا أولا هي من رمضان وأنا نفسي عمل التواصل ده بس لمعرف شكرا لحضرتك من البحيرة سلام عليكم شيف وعليكم السلام وراحة الله وبركاته حضرتك أنا عادي يا سؤال ليه إيه طيب بس أنا طمعا في طلب واحد بس نحالك توطي التلفزيون وتسمعين من التلفزيون والله أنا قفل التلفزيون صوت خالص طيب اتفضل يا فأنا بعلار رأس حضرتك أنا دلوقتي بصلي قيام الليل على طولة طيب بصلي في التلت الأخير من الليل من الفاعة اتنين كده لحد الفاجر طيب قلت بيجي عليها ليلة الجمعة بصليها تسبيح طيب صوت التسبيح طيب هل دي ثوابها زي ثواب التهجد اللي أنا بصليه ولا يا شيخ دي سؤال طيب سؤال تاني أنا بنتي متجوزة لها دلوقتي ثمان سنين كويس في بيت زي بيت عيلة كده يعني بس من يوم ما تزوزت يا شيخ وهي سعبانة في البيت ومخنوقة وعيالها على طول تعبنين وعيالين والرزق فيها شوية في المكان ده هل ايه يعني يكون السبب رغم من هي بتصلي وجوزها بيصلي وكده طيب في سؤال تاني شكرا لحضرتك عفوا على رأسي من فوق السؤال الأولاني احنا عايزين نفرق نتكلم عن ثلاث مصطلحات مصطلح قيام الليل ومصطلح التهجد ومصطلح صلاة التسبيح صلاة التسبيح صلاة ممكن إنسان يصليها في أي وقت ما مش مرتبطة وليها سمية صلاة التسبيح لكثرة التسبيح فيها يبعي إذن هي صلاة لكل أكعب يبقى فيها 75 تسبيح فصلاة التسبيح بقى اسمها صلاة التسبيح عشان كثرت التسبيح فيها طيب صلاة التسبيح ممكن تصلى في أي وقت لإن صلاة نوع من أنواع النفر نوع من أنواع الصلاوات المسنونة فلما حديك بتصليها في وقت قيام الليل بقى ده كل الصلاوات اللي بنصليها في الليل كل الصلاوات اللي احنا بنصليها في الليل فإذا صليت الصلاة بعد القيام من النوم يعني أنا نمت شوية وبعدين قمت وصليت بقصد إن أنا أقيم الليل بعد ده بقى دي اسمها قيام الليل يبقى عندنا دائرة واسعة كده واسمها قيام الليل كل صلاة صليها بتكون صلاة من صلاوات صلاة من صلوات قيام الليل طيب افرد انا خليت صلاة التسبيح دي هي صلاة قيام الليل بس حفظت على فكرة الوتر يبقى لان صلاة التسبيح ليست وطرية فاذا انا حفظت على الوتر بان انا جبت ركعة بعد ما صليت صلاة التسبيح يبقى صلاتي كمان هتحسب على ان هي قيام الليل لان قيام الليل في معنى من معاني المهمة في قيام الليل ومعيار مهم من معايير قيام الليل انني اجعل اخر رسالاتي من الليل وطرة فلازم قيام الليل لو انا عايز اصلي قيام الليل لازم يكون وطرة عشان انال السنة كاملة نعم يبقى ازا واضح الفرق ما بين قيام الليل ومسألة التهجد ومسألة التهجد ده كتير من الناس بيقولوا طيب ينفع ان انا اصلي واسمي التهجد قبل هيبقى قيام الليل وقيام الليل على فاكرة مفهوم واسع وكله بياخد ثواب ان هذا القيام يفتح له ابواب الجنة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله من المقربين فعشان كده كل السلوات اللي انا بصليها دي في الليل من النوافل ومن السنن ان شاء الله تكون في ثوابه وتكون ان شاء الله من قيام الليل وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها قربة وفتحا وتوفيقا وسدادة ان شاء الله على الدوام في سؤال جالنا على الصفحة بيقول أني واحدة بتقول أنا بفكر أتجاوز بطريقة مختلفة إيه هي طريقة مختلفة؟ إن أنا أتجاوز وما أخلفش ولو أحتاجت طفل أكفل طفل هو السؤال كما يبدو يعني أولاً الخلفة ليست شرطاً في الجواز لكن المشكلة في فكرة إن أنا عايز أتجاوز جواز مختلف يعني إيه اللي حاصل؟ يعني طب نفرد إن المقص إن الزوج أراد إن هو يخلف وإحنا طبعاً بنقول للخلفة لازم اتفقوا عليهم ما لاتنين طب يفرد هو أراد إن هو يخلف في لحظة أو أنت أردت إن أنت تخليفي ما تفتهميش إن الجواز بتاعك كده عايبطل يعني الماشي لو جوزتي وما أردتش إن أنت تخليفي جوازك صحيح بس إفردي أردت إن أنت تخليفي مش هتحتاجة تجدد الجواز الجواز عايستمر ففكرة إنه لازم نخليفي الجواز لا مش لازم طيب إن أنت ما تخليفيش وتكفلي طفل لا بأس لا بأس إن أنت تعملي كده إن أنت تكفلي طفل وكفلت الطفل ده شيء من أعظم القربات لأن كفالة الأطفال تدخل في معنى كفالة اليتيم تدخل في معنى كفالة اليتيم عن استمرار الجواز يعني الزواج يستمر بسبب التوافق الزواجي الموصل للرضى الزواجي وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن ومؤمنة إذا كره من أخلق الرضي من الأخر يبقى الرضى الزواجي هو اللي بيخلينا نستمر في الزواج وعشان كده بلاش فكرة إيه أنا عايزة أتجاوز بطريقة مختلفة دي مش طريقة مختلفة أنت بالعكس دي طريقة مباحة إن الواحد يتجاوز وما يخلفش دي طريقة مباحة ليس فيها أي إث مش لازم الواحد لما يتجاوز لازم يخلف لكن ممكن إنسان ينتزوج وما يخلفش فلذلك ده جائز ومسألة إن إحنا نكفل طفل كمان ده جائز وليس فيه إشكال نعم السيدة محمد تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته معلومة خميشة مع الحل بس البارح تتكلمت حضرتك عن الصلاق وكده آه وإن فيه أولاد بتتفتك طح صح في جواز الإنتاج إن جبنا العيال وبعد ما جبنا العيال اتطلقنا طيب ما أجع معايا يعني زوج لأنه مليه تلاتين سنة متدوجة طيب وروة يعني إيه تلكه مش حلو طيب فأنا مستحمل يعني عشان بس العيال إيه اللي فسيلكم مش حلو يا أم محمد؟ يعني هو يعني ماشي شمال إيه ماشي شمال يعني ماشي شمال خلاص طيب وبعدين created my psychologically خلاص بقى ما إحنا قولنا خلاص بقى خلاص ده جزء ده جزء من الشمال ده جزء شمال الشمال كمان سبء الدين ده شمال الشمال أقاب وعöz بالله يسط بالذات الأهلية وخلاص بقى يا حاجة محمد ما احنا قلنا ان الكلام ده كله كله شمال الشمال ولا عزو بالله حظي الله انا الوكيد طيب فطلع من ال انا معايا 740 اولاد والبنت تمام طيب فطلع من ال فيه مواد مهمن طيب وبعدين وبعدين وديت مسحة ورافض انا ودي مسحة ابوه اللي رافض اه ابو طيب ليه ابوه عجدوا كويس وبعدين فالوكيتي يعني الوضع اللي في مسحة ده هو ياخذ زنبه طيب ده سؤالك ده سؤالك يا امم محمد اه سؤالي وسؤالي تاني ان انا ابوكيتي جاعدت معاه انا يعني مش ضايقة لعيشة معاه بس انا جاعد عشان الاولاد طيب فين سؤالك انت عايزة تقولي ان انا قعدتي معاه دي حلال ولا حرام ايوة ايوة يعني انا جاعدتي معاه يبقى عندنا سؤالين دلوقتي يا امم محمد ماشي معايا سؤال ثالث معايا اتفضالي يا امم محمد اتفضالي معايا والدة الله يرحمها تماما اه سمعك والله سمعك والدتك الله يرحمها ربنا يجعلها في فسح الجنات نعم انا ماتت يا امم محمد كانت يعني في تعب عندها وماتت بالتعب دي فهل هي شهيدي طيب يبقى ده ثالث سؤال فيه سؤال تاني يا امم محمد ايه فيه سؤال هل عليها الايام ده يعني ايه نحن نقدروله نسمو عنه طيب هو الدكتور ايه لما كانت مريدة كانت مرض ده خلاص يعني انت دلوقتي خلاص انا اجاوبك على اربع اسئلة شكرا امم محمد السؤال الاولاني بتقولي هو يحاسب على على ان ابنه في المصحة هو يتحاسب على تقصيره في تربية الاولاد وده اعظم اسم ممكن يتحاسب عليه فهو يحاسب على ده ايه يحاسب على ده يحاسب على ايه على تقصيره في تربية الولد وعلى أنه أدى إلى أن الولد ده يتحول إلى إنسان كاره للأبوة فبيحاول يهرب من الحياة بالإدمان أما مسألة أن أنت بقائك في الحياة الزوجية عشان تحافظ على كيان الأسرة وتعمل كده لا ده أنت ليك ثوابين ثواب يجيلك في أنك أنت متجوزة وعايشة في جوازك والثواب الثاني أن أنت بتحافظ على أولادك من الشتات فأنت ليك ثوابين إن شاء الله وحياتك حلال وما فقاش وليست حراما وما تمزقيش الأسرة دي الحياة الثالثة أنت سألتي على والدتك اللي توفيت وهي عليها رمضان هلأ رمضان أنطلع بقى نطعم عن كل يوم هي أفطرته أنت قلت 29 أو 25 هتنطعم عن كل الأيام اللي هي فطرتها مسكين وإحنا كنا حددنا الأيام دي بتلاتين جنيه إطعم المسكين عن كل يوم وبعد كده قلت هل ماتت هي مبطونة ماتت بداء البطن أو كده فهل هي شهيدة نعم تسمى شهيدة الثواب لأن هذا من هذا صنف زكرارس صلى الله عليه وسلم بأن هي يكون ده شهيد الثواب يعني إن شاء الله يكون لها الثواب العظيم الجزيل الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لكل من مروا بمحنته السيدة سيدة محمد أرجل لك وانك جوابت على أسألتك الأربعة وما يفوتناش إن احنا نهني جموع المصريين ونعني خاصة إخوان المسيحيين بعيد القيامة كل عياد المصريين هي فرح وبهجة على كل المصريين لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا في رباط إلى يوم القيامة فالحمد لله وربنا يجعل أيامكم السعادة وهنى وتوفيق وسداد وفتح على الدوام لكل مصريين نعيش عيشة كلها هنى وكلها رباط وكلها فتح الإفاق ريادة هذه البلاد وتنميتها ويجعلنا سبحانه وتعالى شاكرين النعمه على الدوام يا رب العالمين اجعلنا دوما في عيني عيني رحمتك وأنزل علينا ألطافك ووسع علينا ببركتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة